يأتي لكم الجديد ونبدأ بنشرة إخبارية بتطورات تفشي فيروس كورونا حيث تلقي السلالة الجديدة لفيروس كورونا بظلالها على العالم في العام الجديد إذ تم تسجيل عدة إصابات بهذه الطفرة من الوباء في عدة دول وقد تخطى العالم عتبت العشرين مليون إصابة بالفيروس وتبقى الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين كما تسجل أيضا تباطؤا في عملية التطعيم يبدو أن وباء كوفيد-19 يرفض التراجع رغم توصل شركات الأدوية العالمية إلى لقاحات تقول إنها فاعلة للقضاء على الجائحة غير أن ظهور سلالة جديدة من كورونا زاد المخاوف من أن يصبح تحور الفيروس عصيا على جهود احتوائه ويبدأ العالم عاما جديدا على وقع ارتفاع عدد المصابين بكورونا لسيما في الولايات المتحدة التي تخطت عتبة عشرين مليون إصابة وتسجل تباطؤا في حملات التلقيح يعز خبراء الصحة هذا التسارع في تفشي الوباء إلى إقبال ملايين الأمريكيين على الصفر في عيد الشكر وعيد الميلاد والاحتفال برأس السنة الجديدة في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية يخيم القلق إزاء استمرار سلالة الجديدة في الانتشار بعد تسجيلها للمرة الأولى في بريطانيا فسارعت الحكومات إلى اتخاذ التدابير اللازمة محذرة من أن الأشهر الأولى من السنة الحالية ستكون صعبة في الدول العربية سجل الأردن زيادة في الإصابات بسلالة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج على نحو مماثل في الإمارات وسلطنة عمان مع تصاعد منحنى مصابي كورونا وفي لبنان حذر القطاع الصحي من أن البلاد تتجه إلى وضع صحي كارثي بعد الارتفاع غير المسبوق في عدد الإصابات بكوفيد-19 فيما وصلت المستشفيات إلى أقصى طاقاتها لاستعابية الحالة الوبائية نفسها في أراضي السلطة الفلسطينية مع زيادة نسبة الإصابات وعدد الوفيات موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفي شمال إفريقيا ومصر والسودان يثير الوضع الصحي هواجس السلطات التي تحاول اقتناء ما يناسبها من لقاحات إذن نتابع من واشنطن مشاهدين مع مراسل الحرة عبد الرحمن البرديسي آخر الإجراءات المتخبة في الولايات المتحدة بمواجهة تفشي الفيروس وأيضا توزيع اللقاحات إليك صديق عبد الرحمن نعم حيدر طبعا الوضع الآن يعتبر مخيف بالنسبة لعدد الأشخاص الذين أصابوا في الأشهر أو في الأسابيع القليلة الماضية في التسع من نوفمبر من العام الماضي أي قبل أقل من شهرين كان مصاب في أمريكا حوالي عشرة ملايين شخص بكوفيد-19 الآن بعد مرور أقل من شهرين عدد المصابين وصل إلى عشرين مليون حالة مصابة بالكوفيد-19 إذن كما ذكر التقرير قبل قليل السبب هو الإجازات والعطلات الرسمية وقضاء الأوقات وقضاء أكثر من خمسة أشخاص في مكان واحد والتسوق يعتبر بريء من هذا الأمر التسوق كما قال الدكتور فاوتي في ليلة رأس السنة لبعض وسائل العمل الأمريكية قال التسوق ربما نحن نذهب إلى التسوق ونحن ملتزمون بالمعايير الأساسية من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وما إلى ذلك ولكن عندما يكون الأشخاص في منازلهم مع عائلاتهم مع أصدقائهم تكمن الخطورة والجميع لا يرتدي طبعا الكمامة ولذلك تزداد الأعداد تباعا ولذلك تسعى السلطات الأمريكية الفيدرالية الآن لتوزيع اللقاحات الآن تم توزيع بالضبط حوالي مليونين وثمانمائة ألف لقاح أو تلقى مليونين شخص وثمانمائة ألف شخص اللقاح إلى الآن ولكن هذا يعتبر شيء بطيء وغير متوقع الجميع كان متوقع بحلول العاشر من يناير من هذا الشهر وصول العدد إلى عشرين مليون متلقي للقاح وهو طبعا لدينا الآن لقاح فايزر ولقاح مودرنا لماذا هذا التأخر؟ ويرجع هذا السبب الكثير يذكر أن التباط بالضبط التأخر حيدر بسبب البيروقراطية التي تنتهجها بعض الولايات وبعض محاكم الولايات والحكومات الفيدرالية ولذلك الآن الجميع يلوم على هؤلاء الحاكمين في الولايات لماذا لم يأخذوا كل هذا بالاعتبار وأين التخطيط؟ الجميع كان يعلم أن الفكسين أو اللقاح كان سيكون جاهزا في نهاية العام المنصرم ولذلك لابد أن يكون هناك خطة ولكن للأسف الشديد الخطة لم تكن جاهزة في الكثير من الولايات أيضا كاليفورنيا تستغيث الآن كاليفورنيا قبل ثلاثة ساعات تطالب الجميع بسرعة التبرع للدم لزيادة الحالات فيها يوم أمس حالة الوفيات وصلت إلى 548 وفاة في ولاية كاليفورنيا وحدها الأكثر ازدحاما بالسكان طبعا ولذلك الآن الجميع من التواقم الطبية بالمناسبة أخذوا مش الجميع يعني لا نقول الجميع ولكن ربما العدد يصل إلى 168 ألف شخص من التواقم الطبية أخذوا اللقاحات وتحدث مع بعض من الأصدقاء هم في المجال الطبي وقالوا أنهم أخذوا بالفعل اللقاح والآن الجميع ينتظر دوره في أخذ اللقاح الذي يؤخذ الآن بطريقة شبه بطيئة جدا جدا شكرا لك عبد الرحمن برديسي مراسل الحرة من واشنطن نطق مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة في الجزائر ببراءة كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق والجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون في قضية التآمر على الجيش والدولة البراءة لقائدي جهاز المخابرات السابقين الفريق محمد مدين وبشير طرطاق وشقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة فيما يعرف بقضية الاجتماع الشهير في مارس 2019 بعد تهامهم بالتآمر على الدولة والجيش وهي أحكام كان لها صدى في الشارع الجزائري كانت عادلة وكانت عادلة وكانت عادلة لكن خفوا الحكم ممكن نقول لك ما عليش وبسعب يشخرجون براءة هذا نعتبرنا نخينا للحراك ما الدم العادلة راهي كينا على كل حال ذكر ما نشعر فين كل براءة هذه كيفاش حتى صرات ممكن ما مالقوش على المتهم ولا حاجة طلقوا براءة وكانت المعطيات تشير إلى توجه القضاء العسكري نحو إخلاء سبيل المتهمين وتبرئتهم وإغلاق ملف القضية طبعا كل تحليلات تؤدي إلى أن وجود راحيل قاية صالح رحمه الله هو الذي سهل الوصول إلى هذه التوافقات إضافة إلى ما تعيشه جزائر من ظرف دقيق الآن أمنيا دفاعيا سياسيا واقتصاديا تنقض في الأحكام وإضرار في صدقيتها هكذا يرى حقوقيون تحول الحكم من الإدانة بالسجن 15 عاما إلى البراءة نرى بأن الأحكام صدرت بالبراءة فهناك تناقض بين أحكام الإدانة السابقة 15 سنة وأحكام اليوم اللي هي البراءة فإذن في الحقيقة كنا طالبنا ونطالب دائما بأن تكون العدالة مستقلة وجاءت هذه المحاكمة في ظروف مغايرة بدأت بعودة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار من الخارج قبل شهر وتبرئته من التهم الموجهة إليه حسب محاميها إضافة إلى نقل قائد جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مديان من السجن العسكري إلى إقامة خارج السجن انتهت إذن القضية المعروفة بالتآمر على سلطة الجيش والدولة بتبرئة المتهمين فيها ويرى خبراء أن لتغير هذا الاتجاه سببين أولهما رحل القائد السابق لأركان الجيش الفريق أحمد قيد صالح والثاني هو توجه لإطلاق مصار مصالحة ينتهي بتسوية الملاحقات القضائية الخاصة بالعسكريين ناريما قداش الحرة الجزائر قدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي لقناة الحرة أن الجيش لم يرفض خدوم المراقبين الدوليين لمراقبة وقف إطلاق النار وأن مسألة المراقبين تمت الموافقة عليها من قبل ممثلية الجيش الذي يقوده حفتر في تفاهمات اللجنة العسكرية وكان من عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دع الكتل الإقليمية إلى تعيين مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا وحضر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والذي تم انتهاكه بشكل أساسي من قبل تركيا والإمارات معنا للحديث أكثر مراسل حرة من بنغازي عيسى موسى عيسى أهلا بك كان هناك رفض من قبل قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لهذه الزيارات والآن الموقف يبدو أنه تبدل ما وراء المواقف الجديدة نعم طبعا ما أثير حول رفض يعني الجيش الوطني الليبي لإرسال المراتبين وما إلى ذلك كان هذا الرفض يعني انتشر من خلال بعض وسائل الأعلام التي نقلت يعني معلومات غير صحيحة هذا طبعا وفقا لمسؤولين في الجيش الوطني الليبي على رأسهم خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي يعني نقطة الاتفاق على وقف إطلاق النار وأيضا نقطة قدوم المراقبين الدوليين لمراقبة وقف إطلاق النار هذا كان نتيجة لتفاهمات أشرفت عليها واشترفت فيها اللجنة العسكرية المشتركة والتي يعني يوجد فيها خمسة من العسكريين التابعين للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشيخ لتحصر طبعا يعني هذا ما تعودنا عليه خلال سنوات الماضية دائما هناك يعني مناتفات وهناك معلومات أحيانا تكون غير دقيقة هناك أيضا يعني نزاع وتهمات متبادلة ولكن الذي يظهر بشكل واضح من سلام الملاحظة ومن سلام تتبع الأحداث أن كل هذه الأمور لم تؤثر ويبدو أنها لم تؤثر أيضا نعم عيسى على الهدنة والحوار السياسي عيسى موسى مراسل حرة من بنغازي شكرا لك سقط 14 شخصا بين قتل وجريح في قصف طال صالة أفراح شرقي مدينة الحديدة باليمن وبحسب ناشطين فإن قذيفة سقطت في وقت متأخر مساء الجمعة في صالة الأفراح الواقعة قرب المطار وتبادلت القوات الحكومية والحوثيون الاتهامات بشأن الجهة التي نفذت عملية القصف وقد دنت بعثة الأمم المتحدة الحادث لكنها لم تشر إلى مسؤولية أي طرف من أطرف الصراعي على الهجوم كشفت إحصائيات أمنية في لبنان عن أكثر من 400 قتيل ومئة الإصابات بسبب حوادث المرور خلال العام الماضي 2020 رغم تراجع نسبتها عن الأعوام السابقة بسبب إجراءة الحظر والإغلاق الصحي التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا ظلام دامس على طرقات رئيسة ليلاً وشارات مرور معطلة حفر وطرق عشوائية هكذا هي حال معظم طرقات لبنان التي حصدت 408 ضحية عام 2020 بحسب تقارير قوى الأمن الداخلي في غياب للصيانة وبالتالي بيصير عوام الخطر أكتر على الطرقات وإذا بيصير حادث بسيط بتصير نتيجة مميتة أكتر لأنه طرقاتنا غير متسامحة لأنه الخلفية اللي بيتم فيها صيانة الطرق أو تأهيل الطرق هي غير علمية وما بتواكب العصر بما يتعلق به تأمين طرقات أمنة بتستوفي شروط السلام المرورية مسؤولية دائماً على الحكومة اللبنانية اللي هي لازم تخطط وتنفز وتشغل على هذا الموضوع مسؤولية كبيرة على المجلس النيابي اللي ما عم برأب عمل الحكومات ويحاسب كل الإدارات والحكومات اللي هي ما عمتون بوجباتها تطبيق قرار منع التجوال لمكافحة كورونا في فترات محددة عام 2020 أدى إلى تراجع النسبي في حوادث السير إلا أن المختصين يرون أن الأرقام لا تزال مرتفعة بكل الأشهر اللي ما كان فيها تسكير عام كان عندنا صعود كبير بحوادث السيارات التشرين الأول كان فيه أعلى أشهر بتاريخ لبنان بعدد الأطل على الطرقات لازم نغير سلوكياتنا على الطريق الدولة اللبنانية اللي عم تعمل تراجعات كبيرة بالمجالات الاقتصادية هذا الأمر عم بيعمل أثر سلبي على السلام المرورية نتيجة تراكم المشاكل اللي عم بيعاني منها السائق اللبناني الانهيار الاقتصادي ارتفاع سعر الدولار ضعف القدرة الشرائية أزمة كورونا بالعالم حوادث السيارات كمان إضافة ومشاكل أخرى عم بيعيشها المجتمع نتيجة انفجار الكارثة اللي صار بمرفق بيروت وأثاره السلبية نحن أمام درجة عالية من الاسترس من التأصيب عند السائقين وهذا أمر بزيد الفوضى وبيزيد اللاموبالات أظهرت الأحصاءات أن حوادث المرور تحصد بشكل أساسي الشباب فيما يحتل المسنون من المشات المرتبة الثانية بين دولة أنهكتها الأزمة الاقتصادية وفاقمت من تقصيرها في توفير إجراءات السلامة العامة ومواطنين معظمهم لا يلتزم قوانين السير يرى مراقبون أن الأرقام إلى ازدياد ما لم يتحمل كل من المواطن والدولة مسؤوليته من بيروت جوال الحاج موسى الحرة يعاني سكان سنجار من العربي والأكراد النازحين في الموصل أوضاعاً إنسانياً صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لعدم قدرتهم على العودة إلى دورها التي استولت عليها الفصائل الأيزينية ترغمه الحاجة على العمل الشاق وهو معاقع عبد المنعم المهجر عنوة من قضاء سنجار يتوقل العودة إلى دياره إلا أن سطوة الفصائل الأيزينية واستيلائها على داره تمنعه من ذلك ليبقى مرغماً على العيش في مدينة الموصل منتظراً أن تحل قضية سنجار ما يخلونا أحد يفوت البككة والأيزينية ما يخلونا أحد يفوت واسعة العادة ببيوتنا نحن أنبت عجل نحن أنبت ببيوتنا وما يخلونا أنه مسلم يفوت على سنجار وما عني أحد يعني معين هذا مع وقعه هذا مع وقعه ومعيشتي صعبة حياة قاسية يعيشها نازح سنجار من العرب والأكراد كونهم الخاسر الأكبر في هذه المعادلة فقد داوي يعمل ميكانيكياً متجولاً في الموصل لا يزال يحتفظ بصوره التذكارية القديمة التي يطلع أطفاله عليها ويحدثهم عن مدينته التي اخترب عنها والحكومة هاليوم غدا وهاليوم غدا وراح نرجعكم وراح نأمل كذا ونأمل كذا وراح تفلان قوة وجد تفلان قوة وكشي ماكو ديفع ثمن الفقير ويقع بيا محد يقع بيا للفقير لا حوله ولا قوة نحو ستين في المائة من سكنة مركز قضاء سنجار من العرب والأكراد المسلمين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب استيلاء العيزيديين على دورهم وأتؤكد السلطات الرسمية على إخراج المستحوذين على الدور ضمن خطة إعادة الاستقرار التي تعمل عليها الحكومة الاتحادية نشتغل الآن هناك وزارة الهجرة تنقل تربانات وتنقل أيضا وتحث المنظمات على ترمين قسم من الدور في سبيل أنه انهي لكل مواطن دار وما يبقى عند عذر أنه يبقى في هذه الأماكن أو في هذه الدور وينتظر النازحون تنفيذ الحكومة وسلطات المحلية وعودهم بتحقيق الأمن في سنجار وإعادة ممتلكات السكان وعلى ما يبدو فإن أسراع بين مكونات سنجار لا زال يخيم على مشهد القضاء رغم تغليفه بمسميات تعايش السلمي وغيرها من المؤتمرات والحوارات التي عقيدت على مدار سنوات أعقبت تحرير القضاء هيتم أحمد الحراء الموصل